اهلا وسهلا بكم متابعي وكراء في الجول دوت كوم ايطاليا بتعدي من مطاب مهم جدا في مشوارها نحو لقب اليورو التاني في تاريخها وبتكسب اسبانيا برافلات الترجيح اربعة اتنين بعد التعادل واحد واحد في النص نهائي البطولة مباراة ربما من اجمل مباراة البطولة السندي معي للتعليق المطش انا فادي اشرف معي محمود ضياء زاكي محمود زاكي فادي احمد الله ومعي عمر مفتار العقل بتاعنا اهلا بيك يا فادي محمود خلينا نخش بقى في الموضوع على طول المطش شفته ازاي يعني المطش اتقسم فترات كانت اسبانيا متسيدة في الاول ايطاليا عرفت تخطب جول سيطرت عرفت تأفل من لمسة ابدع من داني قلمه ومراطع عرفوا ان هم يتعدلوا وبعد كده المطش مش يسجال انت اقول لي شفت المطش يعني شفته ازاي في الاول احنا هتحاجين يعني نحيي لويس اندريك على كل اللي عمله مش بس النهاردة في مطشطة تانية كمان قبل كده لويس اندريك النهاردة قرر ان هو يغير التغييرين اول تغيير هو دخول اوليالزابال مكان مكان الفارو موراتا وجود قلم ومكان سيرابيا ده في الخط الهجومي ودخل ايريك جارسيا مكان بوتوريسي التغيير مقصوم حتي تانية حتى لو انها اتبعت الدفاع هو ان كان منطقي او اتشاف من الاول ان ما يقعاش اتنين مدافعين يكون يلعبوا براديوم الشمال موجودين جنب بعض اوقات لعب بين اتنين من ناحية الشمال اوقات غير شوفنا ده قصاد سويسرا شوفنا تنهير قصاد كرواتيا قبل كده بالنسبة للناحية الهجومية كان اعتماد اسبانيا واضح قوي ان هو يلعب من غير مهاجم مهاجم الوهمي دانيل اولمو كان عمل مغاربة ممتازة كده حركات بالذات في ان هو ازاي يتحرك لتحته بيسحب معا حد خروج اسبانيا من الضغط اللي كان بتعمله ايطاليا كان بسيط جدا ان كان بقدر يعمل ده سوى بسقوط دانيل اولمو بدري وكوكي وابلون بوسكيت كمان عملوا مباراة ميازة جدا جدا انها حتى انا في ايطاليا كان واضح حتى في وجود الهاي بلوك اللي كان معمول ان هما ما كانوش قادرين ان هما يشكلوا خطورة على مرمى اسبانيا كان بخروج اما بالكارة طويلة ولكن الموبيلي ما بعرفش يستهل لها او ببطء عن طريق ان هو كيازة بينزلي حاولي افتر المساحات دي بالنسبة للشغط الاول كان نشوف مواس جدا جدا من اسبانيا كانوا ينقصوا بس ان هما يسجلوا هدف ولكن راح مرنا ورزبال راح تاني ورزبال تاني لأول مضيع في الشغط التاني كان في رأيي مفروض ان الشغط التانية يبدأ على الاقل بدخول لوكاتيلي مكان مكان بيراتي مش انقصم من قدرات بيراتي خالص ولكن لوكاتيلي العيب يتميز اكتر بان هو يعني حرك اكتر متحرك كتير زيادة الهجومية كمان مؤثرة في المساحات اللي فاضية تانية طريقة اعيش شغية خطه اسبانيا ولكن في الاخر ايطاليا قادرت تختبكون سيما انت قلت عكس سير اللعب وتسجل هدف بعد كده تدخل الديكي بدخول مرتى اللي سجل بعد كده جل التعادل اجمالها مشاكل عام في الماتش اسبانيا كانت الطرف الافضل في رأيه ايطاليا حتى لمقررات تدافع ودخل قرر مانشيني ان هو في الاول يدخل بيراردي في مكان اي موبيلي عشان يستغل نفس اللي عامله ان يجي الشغط الاولاني بوجود المساحات الفاضية بظهر قلبينا الدفاع مشاكل طبعا لفورتو وجارسيا موجودة كتير ولكن بعد كده بدخول خروج فيراتي ونزول بيسينا ودخول اي ميرسون ودخول تولوي ده غير ان كان غلق جدا وكان يتوقع ان بعد دخول تولوي الخطط 3 مدافعين لكن ده ما حصلش ده اثر اكتب كمان على ايطاليا وهي بالدافع فبالتالي شفنا ايطاليا في اي وقت ممكن تخش فيها الجنة تانية حتى ما بعد هلف التعادل في الوقت الاصلي اجمالها مباركة كبيرة جدا من انديكي فرائي انها يخرج بضربات الجزاء تاني نقول منيك بلو ماتش حتى واحد من اللي ضيعه ولعب ضربة جزاء سيئة جدا ايطاليا على ما تستفهم كتير على حاجات كتيرة كان ممكن منشيني يقدر يحاول يتدخل فيها عشان يحلها او على اقل تكون اقل صعوبة ولكن في النهاية ايطاليا بضربات الجزاء تسعب للنهاية زي ما انت قلت الرابع في تلك طيب عمر انا رأيي ان احنا شفنا مباراة بين احد افضل اثنين مداربين في اليورو السنة دي منشيني وانريكي هل تبتفق مع محمود ان انريكي تفوق النهاردة بشكل كبير جدا اه طبعا زي ما انت قلت فدي هي مباراة بين افضل المداربين في اليورو لحد دلوقتي والمباراة كانت قبل بدايتها كان مستمينها علشان احنا بنتفرج على فرقتين عكس بعض تماما يعني ايطاليا بدأت اليورو بكوة واستمرت بنفس الشكل فانت عارف امكانياتهم ايه ونوء الضعفون من نوط كويتو فكان بتواجه فريق هو بدأ البطولة بشكل سيء وتدريجيا بدأ يتحول لوحش فعليا بس ما حدش خد باله منه غير لما كذبوا الكرواتيا بنتيجة كبيرة وبعدها السويسرا حتى لو بدربات الجزاء بس الكل اخد باله بعد كده ان التغيير اللي حصل في المنتخب فدي اخطر حاجة ممكن تواجهك كمدير فني وانت بتفكر ان انا ازاي هواجه فريق كان سيء وبعدين قدر يتحول على عكس فريق اصلا هو ماشي بشكل سابت طوال مستوى البطولة فدي الحاجة اللي كانت بتشغل تفكير اكيد منشين قبل المباراة كوسيلة لان هو ازاي يقدر يكسب اسباني الفكرة الاولية في انريكي هو بدأ البطولة اساسا بطريقة وبعدين كمل بطريقة تانية ان هو مثلا في البداية كان بيستخدم الاجناحة بتاعته هي اللي تنزل تفتح الخطوط والفول باكس بتوعه هما اللي يعملوا الاندرلابين او ان هما يجروا كأنهم فول باكس اساسا على الاطراف وده كانت مشكلة اصلا عملتك او عملتهم مشكلة في البداية لان انت كنت بتواجه منتخبات زي السويد سلوباكيا وولندا اللي التلاتة هينزلوا يلعبوا بدي بلوك قدامك وانت اصلا مفروض عندك كوكي وبيدري هما الاتنين اللي بيقدروا يلعبوا بانصف مسحات كويس او يكسروا الخطوط بمعنى صح بتحركتهم من غير كورة فبالتالي كنا بنشوف ان امتخب اسبانيا اه بصحيح يعمل فرص لكن كل ثين وثين او على فترات متبعدة مش بنفس السياق اللي حصل في المباراتين الاخيرتين اللي هو كل ديها بتشوف هجم كل ديها بتشوف هجم استمر الحل بنفس الشكل فبداية المبارات سلوباكيا التحول كان حصل من هنا ان هو مش هيستخدم اصهرته قدام بشكل كبير لا هيثبتهم وراء حيث ان الاربع يبقوا واقفين وراء مع السنترو باكس وهيستخدم العيبة الوسط بتاعته ان هي اللي تتحرك وراء ترانر بيهايند الفول باكس او بتوع الفرقة التانية معان الجناحات هتظل بنفس الشكل ان هي توسع الاطراف علشان طبعا افضي العمق بشكل كويس او افضي انصف المسحات بشكل كويس ده قصر على اسبانيا بشكل كبير وشوفنا النتيجة ده بالسكور اللي جابوه حتى لو عندهم مهاجمينهم مش بيسجلوا او مش هدفين لكن كنا شوفنا اكتر من حل سويا الاجناحة ان الاجناحة بدأت لما مثلا لو اسبانيا معاها الكورة في ناحية اليمين فبدل الاول ان الاجناحة تكون بتعاني الخطوط بس على الجوانب لا الكورة لو في ناحية اليمين مثلا تلاقي الجناح الشمال اللي هو كانت ثرابيا مثلا او حسب طور اسمين هتلاقي بيبقى انتصوية فورورد جنب مراطب وقالبه هو اللي بيفتح الملعة ده كان ريسك شوية بس طبعا انت طول ما بتريسك طول ما انت بتاخد نتائج صحيح ممكن تبقى عكسية لكن في النهاية انت بتدي ريسك فدي كانت الحاجة او التغيير اللي حصل بين بداية البطولة وبين المطشين الاخيرين قبل المباراة اكيد انريكا بيفكر ازاي ممكن يهاجم ايطاليا فاول تفكير هيجيب في دماغه انه يلعب وراء جورجينو هو اي حد بيفكر في ايطاليا بيفكر اول حاجة انه يلعب وراء جورجينو اه طبعا فازاي هلعب وراء جورجينو بلجيكا حاولت تعمل كده لكنهم كانوا بقعوا في خطأ ان طريقة الضغطة بتاعتهم ما كانتش احلى حاجة كان فاصل الخط الامامي السلاسي الامامي عن باقي الوسط وكان طبعا في الكرة حاليا جريمة لازم الفريق كله يكون مشارك اتحرك قوانيونت بالزبط اه فدي كان عمل لهم مشكلة فانريكا فكر انه انا ازاي هلعب وراء جورجينو فكان الحل بسيط جدا ان انا مش هبدأ بمرطة كالعادة وهبدأ بداني قولمو داني قولمو هي انسل في مصر يعملي موقف اربعة الى ثلاثة دايما مع السلاسي ايطالي والحاجة التانية كمان اللي اصارت انتباهي برضو هي فكرة انه هو بدأ بجارسي بس انا كنت مش شايف ان فكرة ان اتنين سنتر باكسي بالعاب بالشمال كانت مشكلة قوي على قد ما كنت شايف ان ما ينفعش باوتوريس هو اللي بقى بناحة الشمال كنت مشوف اللابورتي افضل ناحة الشمال لان هو اللي عنده القدرة على انه يجرب الكرة ويموه بجسمه كويس بحيث ان هو يخلي اللاعب اللي بيضغط عليه مش عارف هو هيمرر فيه فبيسين مساحات وراه فكنا منشوف دايما ان فيراتي بيطلع يضغط ويموبلي بيطلع يضغط كأنهم الخط الضغط الاول بتاع ايطاليا ولابورتي كان بيقدر يعمل ده ايطاليا متعودة دايما ان هي لما بيتلعب فريق بتحاول تستر عروس الملعب عن طريق ان هي بتعمل تكافؤ عادة دي فمن شيني التفاجأ جدا انه قلمه احنا دلوقتي قافلين كل الباصم لينز عن بيدري وعن كوكي وفي نفس الوقت باريلا بيرائي بوسكيت بيعملو كفورشيرد ومش عارك يتحرك بيه فكان الحل عند جارسيا ولابورتي انه هما خلاص هيجدوا قلمه بين الخطوط فخلاص ومجرد ان انت خلاص لقيت قلمه خلاص ايطاليا هتتراجع تاني وهتعمل دي بلوك هيا بس الضغط او البداية في المرحلة الاولانة بلاقي الله وبعدين هنتجه للمرحلة التانية في بناء الله اعتقد دي كانت الافكار بشكل مختصر يعني قبل ما نخلش في التصوير اجرى طيب محمود خلاص راجع عماتش سوا قلتلك ان قوية ناظر يعني فرت اسبانيا دي كاس العلم اللي جاي واليولولو اللي جاي بوجود بعض الاضافات يعني هتبقى حاجة سوبر انت اختلفت مع اياه شوية فعايزين ناخد الناس كده للنقاش ده انا شايف اسبانيا محتاجها اولا مهاجم يقدر يخلص الفرص واسبانيا لو عندها مهاجم يخلص الفرص اعتقد ما كانتش عانس في المرحلة كتيرة على رأسها مرحلة مرحلة مجموعة حتى وصد السويد وصد بولندا بعد كده كانت تخلص مرحلة اسرب الحاجة التانية والاهم هي البلد دفع حتى اذا كان لها كورت تلعيد كرة كويس او اذا كان جارسي عنده شوية كرة بيلعبهم لكن في النهاية السنائيات واضح ان في مشكلة واضحة جدا يعني وجود ايريك جارسيا ووجود بوتوريس الفريق محتاج مدافع اقل كده الحاجة التالتة ناحية الباكي اليمين يعني الباكين اضافة الباكين على ده الباكي اليمين ده عندك سبريكويتا سن وجمير بيلعب بيورينتي في مركز مش مركزه هو بيقدي فيه اوقات مع اسبانيا وده حصل مش اول مرة يلعبها ولكنه في الطبيعي يكون محتاج باكي مين بخصائص باكي مين اكتر عشان يقدر يستغل بيورينتي بالشكل اللي شوفنا معاتلتكم الدي ده الموسيقى طبعا الباكي الشمان خردي قلبه هو برضه بسن كبير وبالتالي الفريق مش بقيد خالص على ان هو يكون عنده قدرة ينافس في كساعة من اللي جاية او حتى في بيورو اللي جاية بعد كده لكن في شوات اضافات الجزء الاهم بالنسبة لي ان انريكي محتاجه استحق تقدير اكتر من اللي هو بيخدر او بيجو حط في مكانة اعلى شوية من اللي هو محتاج فيها لان هو بيطبق افكار مش شرط الافكار كلها تقول انت متفق معها ولكنه بيطبق افكار يدرس فريقه للجوم باكتر من شكل مختلف بيعرف يتعامل مع اصرف المطش من همكان انت هي ايه عنده شوات لعيبة صغيرة لعيبة زيداني القلمة وفيران توريس حتى بدري في الغابة للإصابة كمان انس وفاتي ولعيبة تانية كتير تقدر تكون موجودة جيل يقود اسبانيا اللي قدام ولكن دي شوات حيات من حاجة التعدل طبعا في المنتخبات بيبقى موضوع غير الانداسة او انتفارات اللي انت بتقعد فيها او حتى في اللعيبة المتاحة بالمثالك ولكن تعديل في خط الدفاع بشكل عام وتغيير التعديل في قلب الهجوم اعتقد هيخله اسبانيا مجممة جدا حاجة تانية اخيرة كمان يمكن مختبرناش اوه في البطولة دي ولكن في غياب بوسكتس رودري ما بيقدرش يقوم نفس الدور اللي بيعملوا بوسكتس حتى وان كان الوساط فرق اقل في القوة شوية بوسكتس مع كوبرسين نور بيعمل دور محدش او على الاقل رودري ما بيقدرش يعمل نفس الدور ده نشوف ايه اللي جاي في المستقبل ولكن على الاقل فاسبانيا عندها فريق مجموعة من الاجنحة والعيبة وصل الملعب جايين يقدروا القدر فريق لقدام مع انريكي اللي هو مدرب مشهورة الخالص فريق طيب عمر انتهينا من اسبانيا خلاص مفيش مباراة 3 و 4 مش اسبانيا تاني في اليورو خلاص مضاء انتهى انتهى تجربة اسبانيا بقى بحلوها بمرأة عايزين نتكلم عن ايطاليا ومقارنة ايطاليا بالطرفين بتوع نص نهائي بكرة انجلترا والدنمارك انت شايف ايطاليا هل هي المرشح اللي هتدخل النهائي المرشح الاقوى حتى لو قلبت الانجلترا ولا المرشح الاقل حتى برضو لو لعبت انجلترا او الدنمارك سؤال حلو لان الفكرة ان الارباعة المنتخبات اللي وصلوا لنص النهائي هم عندهم افضل اربع مدربين في البطولة فدي خلينا تروح برضو شوية لان في افكار بتطبق يعني مش مجرد ان انا بكسب عشوائيا او بكرة حظ او حاجة ايطاليا طبعا منشيني عنده القدرة ان هو ياخد ايطاليا للبطولة بسبب البطولة رغم اني بشوف ان شولمان مدرب الدنمارك هو لو حطينا منشيني بجانب ساوسجيد وشولمان انا بشوف ان شولمان هو اكتر مدير فني عنده افكار رغم انه لعبته مش افضل جودة من ايطاليا وانجلترا بس طبعا كاسماء حالية من انجلترا هي المرشح الاوفر حظم لكن طبعا منشيني ممكن يقدر يكسب البطولة مع ايطاليا ايه اللي يرجح كافة لو افترضنا ان خليه يعني محمود يبتدي في النقطة دية لو افترضنا ان ان انجلترا كسبت ايه اللي يرجح كافة ايطاليا على انجلترا وبعد كده هسأل عمر ايه اللي يرجح كافة انجلترا على ايطاليا بصنا فادي في رأيي يعني هو ايطاليا تقدر تكسب البطولة زي ما احنا تكلمنا في كل ده بس في رأيي مواجهة ما بين ايطاليا وما بين انجلترا لو لو تلعب على البيزيكس ففرصة فرصة انجلترا اعلى بكتير ليه لان انجلترا عندها عندها منظومة دفاع قوي جدا ايطاليا عندها منظومة دفاع قوية ولكنها زي ما نشوفنا كده في الجومة تا اسبانيا او في الفترة الضغط فيها اسبانيا مش بنفس القوة خالص اللعيبة لما تتسرع لما بغنوتش بياخد القرار فجأة كديني بيخرج لقطي الاندفاع اللي بيحصل فجأة ده يقدر تضرب بسهول هدي نقطة مهمة جدا القبرة اللي ممكن نقطة او اللي ممكن تخلي كافة ايطاليا اعلى شوية من انجلترا هي انها ممكن يكون في شوية خبرة زيادة في لعيبة ايطاليا عندما عدت انجلترا لكن لو حطنا احنا شوفنا اه يعني انا كمان بحس يعني اعيز ادلو بدالو يعني في النقطة دي بحس ان الديفرنس ميكرز او الناس اللي تقدر تستع الفارق في ايطاليا في الجزء الامامي وخصوص لو طلعنا رحيم ستيرلين من الحزبة وهاري كين من الحزبة هما موجودين طبعا لكن احنا شوفنا رحيم بيحتاج كم فرصة عشان نحط جون هاري كين طبعا خلاص ركب الفورمة بتاعته لكن انا بشوف ان في وجود كيزة وانسيني ممكن اي حاجة تحصل انا شوفنا اسبانيا ضغطة ضغطة ايطاليا طول المبارات تقريبا قبل الجول بتاع كيزة لكن بهاجمة مرتدة بتصرف فاردي من كيزة وشوفنا تصرف فاردي من انسيني قدام بالجيكا يقدر ان هما يقلبوا المبارات والمبارات دي بتبقى مبارات جول واحد على الاغلى طبعا طبعا ده مش مش محل خلافة ولكن انت وانت بتلاعب بالجيكا وانت حتى بتلاعب اسبانيا انت بتلاعب لفل دفاعي اقل بكتير من اللفل بتاع منظومة سواثجيت سواء بثلاثة او باربعة التعلمات اللي بيخدها لعيد توق وجود سونال وست رايس وفيليبس انت بتتعامل مع منظومة دفاعية او مع لعيبة عندها وعي بتكتيك اكتر بشوية حلوين من لعيبة بلجيكا او من لعيبة اسبانيا حتى النهاردة في حالة دفاعية فأيطاليا وهي بتلاعب الناس دي بتلاعب خلص ما اقوى منشيني لما تحط قدام اختبار النمسا مثلا قدام اختبار اسبانيا النهاردة شفت لقا في حاجات في نوات ضعف موجودة في حاجات انت محتاج او انت وانت شايف قاعد شايف ان مثلا في حاجة لازم تحصل في شيء لازم تغير انت محتاج لعيب متحرك في نص الملعب محتاج تخرج مثلا اي موبيل لانه مش موجود وتنزل ما كانوا حد تاني الحاجات دي وانت بتلاعب انجلترا فوضجيت حتى لو هو كان الناس بتشوفه تكتيكام في لفل اقل شوية ولكنه في انها عنده في ايده ادوات كتير يضغير بها النتيجة وانا مش متفق عموم مع قص النوة قليل جدا انه لما انحط اختبار زي اختبار المانيا هو ايدر يتصرف مع المانيا حتى لو هاي مش المانيا احنا عارفينها ولكنه ايدر شاف حتى قدامه سيناريو البرتغال اربعة اتنين بتاع المانيا ويعرف ازاي تفاديه ويخرج بالموتش زي ما هو عايزه الفريق لما هاريكين جاب فورميتو عنده جريلش عنده فودن عنده مونت عنده سنشو عنده رعبة كتير جدا ساكة طبعا قدام مع المنظومة الدفاعية القوية ففي رأيي ان اختبار انجلترا يكون اختبار من لفل مختلف خالص للمانشيني اعلى من الجيكا واعلى من اسبانيا بشوية طيب عمر نفس السؤال بالعكس مين كان فتو ارجح لو توقعنا ان انجلترا هي الاعرب طيب خلينا اخذك في البداية لايطاليا من اول البطولة ونقف كان عند الماتشاط اللي ايطاليا عينت جزئيا فيها مش كليا طبعا وجزئيا قصد من هي راح تلوق الاضافة فهتلاقي ان الماتشاط دي كانت النمسون وتاني ماتش كان ماتش اسبانيا المهارة طيب ليه هما راحوا الاكسر تايم او ليه ايطاليا عينت كزا شوية قدام الاثنين لان اولا ايطاليا بتاعتمد في اسلوبها انا هتكلم في الناحية الدفاعية اكتر من الوجومية شوية في الناحية الدفاعية ايطاليا بتاعتمد ان هي توجي خصومها ناحية الاطراق دايمة يعني منشيني دي نقطة قوته لان عنده كيزة وعنده انسيني الاثنين يعتبروا الى حد ما يقفلوا الباصنجلين كويس بعد ما كرة تروح للفول باكس وبعد كده عنده نص ملعب سواء باريلا او فيراتي يقدروا جدا تكتكير ان هما برضو يقفلوا عن اللعيبة نص ملعب اللي جاين يقربوا حتى مع طبعا الفول باكس او الوينج باكس طاليا فالفكرة ان النمسا واسبانيا الاثنين بيعتمدوا على الهابس بيس اكتر من الاطراق فمثلا اسبانيا النهاردة ما كانتش بتودي كورة ناحية الفول باكس طاليا لان هي عارفة ان انا لو روحت هناك في ايطاليا هتاخد الكورة او هتعمل عليها تحولات انا بغينة عنها فلا انا كنت باستخدم الهابس بيس اكتر عشان اوصل للمركز مش العكس وبعدين لما اخرج من الكورة من ورا وصل للمرحلة التانية من اللعبة او التالتي تانية من الملعب هبدأ استخدم الفول باكس بتاعتي لان خلاص هكده هكونت لقيت ان كان ماشي بتاعك ايطاليا ايطاليا اتفاجئت بفريق هي مش متعودة على الاسلوب ده او مش متعودة ان حد يوجيها بدل ما هي توجيهه للطرف لا انا هوجيها كنا للمركز بتاعي كده فانجلترا دلوقتي عندها ساوس جيت صحيح مش مش قوي تكتكيا للدرجة لكنه زكي وبيعرف هو عايز ياخد ايه من المبارات كويس يعني قدام المانيا هو غير التشكيل رجع لتلاتة اربعة تلاتة تاني وبعدين ممكن عادي قدام دلمرك يرجع للربعة وارا عادي على حسب هو هيستفيد ايه من التشكيلة بتاعتي فانجلترا انا بشوف ان هي تقدر تعدي ايطاليا نظرا لان ساوس جيت هيقدر يعرف هي ايطاليا عايزة ايه بسبب ممكن تعمل او يعمل سيميوليشن اللي حصل قدام اسبانيا او النمسي فده اللي خلينا ما نقدرش نحدد قوي يعني ما نقدرش نقول ان ايطاليا هتكسب او انجلترا هتكسب لا الاتنين هيبقوا نبدل اللي ندي يعني طيب الكلمات الاخيرة من الوقت يسرحنا محمود مبارات دنمارك انجلترا شايف الدنيا ماشا زي انت عندك رأي انت عندك رأي ان دنمارك هتكسب انا خد اختك بقى خلاص انت شايف ان دنمارك هتكسب مش مش شايف انا بطلع اتمنى مكسب الدنمارك لكن كتوقع في الملعب توقع الطبيعي بيقول انجلترا لكن انا اتمنى مكسب الدنمارك مش يعني بعيدا عالتعاطف معايا طيب الكسن ولكن انا دنمارك كنت شفتها كتير قبل كتول كينيا واوكرانيا وتركيا اقتلتها تفرق كنت فرق عليهم بعيدا عن تلال كبيرة فكنت مستني من دنمارك وتركيا بزدات انهم يقدموا بطولة كويسة دنمارك بعد ما فقدت صنع علعبها كريستين اليكسون بيقين عن سبب الفخضان ولكنها فخضته جوا الملعب وقدر بقدر يتغلب على مشاكل كتير قبلته وقدر انه هو يعمل ماتش كويس حتى على بيجيكا لما بقلب ماتش كويس بعد كده على روسيا وبعد كده في الاقتصاويات فالفرقة فرقة طماحة يعني هم فريق مش كفوش قدرات طبعا نص قدرات العابة انجلترا مش بوجودة في الدنمارك ولكن هم يقدروا يعملوا حاجة او يعملوا ماتش كويس على الفق وعالطبع طبعا بيقول انجلترا ولكن التمني فقط التمني انا بتمنى يشوف الدنمارك في الدنمارك طيب عمر هل ممكن بكرا نشوف سيناريو من فصول انجلترا الباردة المعروفة عنها في البطولات الاقتصائية بقى وريمة وترجع لعديدها القديمة ولا تستعبع ده بتستعبع فبعا انجلترا انت جوابت السؤال يعني هي فعلا حاجة مش مضمونة لانه ممكن الفريق بقوي جدا حتى في الملعب يعني ممكن يكون الفريق منظم جدا بس بكرة واحدة سواء ليهم او عليهم يعني ممكن كرة واحدة الهاركين اللي هو مثلا هداف الفريق الماتش اللي فات وقاحد نجوم الفريق بيضيع عادي او ستيلنج ما يبقاش بنفس الطاقة اللي هو بيها طوال البطولة في لحظة ما ممكن يحصل والعكس كمان ان ماجوير وستومس ما يكونش مركزين او حتى ديكن رايس وفيليبس اوه ما يبقاش وعيين تماما باللي بتحرك وراءهم خاصة ان انت بتواجه فريق عنده حوش في انصاف المساحات التحرفية يعني يعني داميس جيارد وبريس ويد اوه فعلا بيتحركوا يمين وشمال اوه ومع الوينباكس كمان انت متبقاش عارف قوي يعني لازم تكون ارتكاس كويس جدا عشان تعرف تتفادى اللينز اللي غراهم والاحارات اللي غراهم ديكن فما استبعدش ان الديوماركت اتقاهل بس اعتقد انه هيبقى صعب نظرا للجودة العالية بتاعت انجلترا دي انه هيبقى صعب ديكن بصراحة لعيب مبهر ده مسجد اوه جدا اه ايضا اخدك لحاجة تامي كمان في ايطاليا قبل المبارات النهائي اوه فاللي حصل النهاردة ناصلا ان منشيني اوه في الحالة الدفاعية ايطاليا طوالة بطولة كانت مبهرة جدا كانت فعلا بتقدم اسالي الدفاعية تتعلم للنشئين حتى من كلينو بنوتي او حتى جورجينو في التمركز لكن النهاردة انريكي ازاي كان قادر يتعامل مع ايطاليا حتى تجيب بلوك كويس يعني فشوفنا ان تغييرت نزول رودري مع وجود بوسكت يعني اي حد كان هشوف ان رودري نازل فهتقول بوسكت اللي هيطلع بالنطق يعني لكن هو اتخلع كوكي لكن هو كان عنده فكرة ايه الفكرة ان انا عايز اوصل الكرة لنص المساحة والمركز باي طريقة فكوكي مش هيوصل لي ده كوكي ممكن يتراك باك ممكن يؤبر لاب يوندر لاب افضل او ان هو يبقى بول وينر بتاخد دي الكورة لكن مش هو اللي اه مش هو اللي فسيليت للفريق او يسهل لك عملية ان انت وصل للتلت الاخير بسهولة فرغم ان بوسكت كان عنده نظار ودي مجاسفة لكن هو خادر ريسك من اول مباراة حتى تغيير ريسك بالضغط العالي والهاي لاين بتاعه حتى متضرب فكولات قليلة بس بوسكت كان فعال جدا في الحتة دي انه حرر بدري جدا بين الخطوط فكنا بنشوف ان اولمو وبدري حرين ان هما يوصلوا جول التعادل هو مثال على ده تماما يعني ان بوسكت بالتحرر بتاعه بمغير كورة كان بيسحب المارك بتاعه فيفضل مساحة لقلمه وكسلك بدري بدراج العيب الوسط بتاعه اللي هو كان باريلا او عومين او جورجينو للاطراف فيفضل قلمه فقصد ان ايطاليا على موضوع البطولة كانت كويسة بس اسبانيا كشفيتها النهاردة بسهولة فدي حاجة ممكن برضو تخلي مدربين زي شولمن وزي سوزجيت لهم ياخدوا بالهم من الحديد طيب انا بسط جدا بنقاش معاكم نقاش كراوي دسم بصراحة يعني محمود دايما ببسط الكلام معاك شكرا جزيلا شكرا يا فادي واتمنى تكون حلقة خفيفة على الجمهور وشكرا يا محمود مبسط ان كنت معاك تبعينا وقراءنا ان شاء الله تغطية كمان خاصة لمباراة انجلترا والدنمارك يوم الاربع الساعة تسعة مساء بعد المباراة ان شاء الله واتمنى يكون ما تغلناش عليكم ومتقلناش عليكم شكرا جزيلا